النهاردة حبيبي انا اعمل مع بعض صبون سائل بفكرة جديدة مش هيخطر على بالك خالص المكون اللي انا هستخدمه النهاردة في الصبون نعم الصبون ده هو عدي ترتيب ونعومة للأيدين انا عاملا لغسيل الادين مش للمواعين وحقولك ازاي برضو ان انت ممكن تحوليه لغسيل للمواعين بطريقة سهلة برضو فاتمنى حبيبتي لو اول مرة تابعيني ياريت كده تدعميني باللايك والشير والاشتراك في القناة وما تنسيش تفعالي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتي اللي انا بقدمها في القناة اول باو فيديوهات جديدة وحصرية الاول مرة افكار يعني افكار كده من افكاري اتمنى اللي هتنلقي اعجابكم شايفين حبيبي شكل الصبون وحورركم الرغوة برضو طبعا انا بورركم شكل الصبونة قبل ما ابدأ في الفيديو ونشوف مع بعض الطريقة خطوة بخطوة حبيت اللي انا اوررركم بس النتيجة الاول لا النتيجة فعلا مبهرة جدا وابهرتني فعلا لما عملت الصبون ده هوت وحسيت بنعومة وترطيل في ايدي اه حلوة جدا جدا نعم عشان كده حبيت اللي انا اعمل معاكم الفيديو ده هوت النهاردة واشارككم بالوصفة واتمنى اللي هتنلقي اعجابكم وتشاركوني كده برأيكم اه لان رأيكم يهمني جدا جدا نعم زي ما احنا شايفين النتيجة فعلا مبهرة مبهرة جدا جدا نعم اه تابعوني كده ايه حبيبي عشان نشوف مع بعض الطريقة خطوة بخطوة ولو اول مرة تابعيني يا حبيبتي ياريت كده تدعميني فضلا وليس امرا باللايك والشير والشراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم حبيبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي قناة متنوعة اه طبعا فكرة الفيديو بقى عملت الصابون من السكر اه من السكر اه من السكر اه حاولت السكر النهاردة الصابون ايه سعي اه احتاج بقى للوصفة كده معنا ربع كيلو من السكر وقوم علاقة كبيرة من عصير اللمون ونص كبات مية يعني ميت ملي ايه مية يبقى اول حاجة بقى حبدأ كده على بركة الله اللي انا هعمل اه يعني شربات الاول يعني حبدأ اللي انا احط كده هوت السكر في الحلة وضفت عليه نص كبات مية وحبدأ اللي انا هحطوه مع البتجاز لحد ما يغلم كده معي ايه اه اه غلوة كده هوت يعني اه اه وبعد كده هوت اه 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 حورركم برضو ازاي اللي انا ايه اطفي عليه برضو وازاي اللي انا احط برضو اه هنضيف عصير اللمون برضو معلقة كبيرة من عصير اللمون نعم فتابعوني ايه حبيبي يعني اه ده وحنزل عليه اه بعصير اللمونة وحسيبه على النار اه يعني كل شوية هيبقى الاختبار اللي انت هتختبريه اللي انت هترفعي المعلقة وما ينزل منها اه طلما هو بينزل نقط كده خفيفة ورا بعضيها بيبقى لس اه لما بينزل معاك يعني نقط كده مش قيلة قوي برضو عشان ما يطلعش معاك ايه اللي هو اه اه تقيل جامل وانت بتتحكمي بقى في الصابون اذا كنت عايزة اه خفيف او عايزة تقيل اه اه طبعا بتتحكمي فيه وانا بسوي الشربات دلوقتي اه يعني ممكن تخليه تقيل معاك ممكن تخليه وسط ممكن تخليه سائل اه على حسن ما انت عايزة قوم الصابون اه معاك ازاي فبتتحكمي في الصوا متاعهم ان اه وهو السكر عالنار دلوقتي فانا يعني ده عايزة بقى لا تقيل جامد ولا خفيف جامد فعايزة واسط يعني نفس القوام اللي احنا شفناها كده في اول الفيديو اه عايزة بالقوام ده هو طبعا انت لو عايزة تقليه فبتسوي السكر لحد ما ترفع معاك ينزل معاك نقط تقيلة كده يديكي قوام العسل عسل كولوكوزة او اقل منه سنة عشان برضو يعني تعرف اللي انت تستخدميه انا كده ضيفت عصير اللموء نه معلقة كبيرة من عصير اللموء وبقلق بقى واسيبه بس ايه كدوة على النار اه يعني دقيقة كده ولا حاجة كماء نه اه لحد بس ما يوصل للقوام اللي انا ايه عايزة وبعد كده هطف بقى عطف البتجاز واسيبه بقى ايه لحد ما يبرد معي طبعا انا بختبر اه زي ما احنا شايفين برفع المعلقة كل شوية وبختبره بالطريقة ديات لحد ما حس النقط الشربات كده بتنزل معي اه تقيلة يعني لا تقيلة جامد ولا خفيفة جامد زي ما قلت لكم وسط يعني وبعد كده اسيبه بقى يعني اطف عليه لحد ما يوصل القوام اللي انا عايزة اطف عليه واسيبه لما يبرد وطبعوني برضو كده عشان نشوف معانا اه عن حوله بقى الصابون ازاي يعني الوصفة سهلة جدا مبسيطة جدا جدا نا وفي برضو حاجة تانية برضو عاستخدمها انا استخدمت اه اه زيت مرتب للجسم يعني للبشرة اه ممكن تستخدمي جيسلين اه اه يعني اي حاجة يعني اي حاجة تديكي برضو ايه ترتيب اه على فكرة الصابون ده هو الصابون اه سايل يعني مجرد يعني اليدين مجرد اني تتخسلي بيق ديكي عتحس بنعمة ترتيب اه فضيعة جدا بصراحة رهيب يعني النتيجة متاحته ابهرتني فعلت نا طبعا ايه انا حبيت ايه الفكرة جاتني اه لانا ليه معاملش صابون من السكر فلما فكرت فيها فحبيت اللي انا اجرب اه اجربها وانتوا عارفين طبعا انا بقعد بقى ايه يعني بقى بجرب في حاجات واختراف في حاجات اه وبحول الحاجات لحاجات تانية فديات ايه اه قمت بقى عملتها من برح بالليل وقلت اصورها لكم ده كده شكله هو بعد ما اصبته برق ده اه هنبدأ ايه دوقتي بقى في المكون السحري اللي انا هستخدمه اه ده كده عشان نحول بيه السكر لصابونة يبقى انا كده جهزت السكر هنحتاج بقى ايه لشامبو اي نوع شامبو عندك اه تقدر اللي انت ايه تستخدميه ياه فانا هنحط دوقتي ميت ميلي اه يعني الفنجال دوقتي متاع القهوة احط ملوي كده مرتين ما تستغربوش بقى كده لانا بحط شامبو على الصابون ده عيطلع معايا صابون صابون للايدين تحفة وجميل جدا يعني عديك ترتيب ترتيب فعلا جميل جدا نح كده انا حطيت طبعا بيطلع معاك بقى لما على حسب كل واحدة بقى بتتباني عندها نوع الشامبو اه اللي بتستخدمه لونه ايه فبيطلع معاك الصابون على حسب الشامبو اللي موجود عندك اللون يعني اه دوقتي بقى انا بقلبه كده اه مع بعضه وبعد كده هسيبه بقى احط اجيبه اجيب شفشة واحطه فيه واسيبه بقى كده هوت اه لحد ما يبرد ايه معايا طبعا اه هو لما يبرد القوام بتاع تشوفوه زي زي ما ورات لكم في اول الفيديو زي ما شفنا الفكرة سهلة وبسيطة وما تخطرش على بال حد خالص اللي احنا نحاول السكر اه لصابون انا كده ضيفت معلقة معلقة كبيرة من اه اه الزيت اه اللي هو الزيت للبشرة يعني اللي احنا بندم اه بيه اه جسم الاطفاء لا او اه ممكن تضيفي جريسلي نعم اي حاجة عندك اللي متوفر تحطيه نعم زيت يعني ايه مرتب والسكر كمان يعني اه بيدونا بقى ايه بيدونا ترتيب جميل جدا انت زيت نفسك لما تيجي تجرب الوصفة ديت ومجرد انت تاخدي منه اه يعني على ايديكي وتغسر ايديكي هتحس بنعومة وترتيب في ساعتها جميلة جدا نعم ده كده شكل الصابون انا حطيته هوت في الشفشة ده هوت واسوبوا بقى كده شوية لحد ما يبرد معي وحنورركم برضو الايه القوام بتاعه بس في الاول اه حورركم بقى ايه بالنسبة للحلة اللي انا اه اللي كان على الصابون نعم اعز اورركم برضو حاجة نجيب شوية مية واحطهم فيها اه علشان اورركم الرغوة متاحته شايفيه نعم طبعا هي ما كانش فيها صابون خالص يعني مجرد بس اه حاجات بسيطة جدا كانت لازقة يعني اللي هي في الحلة يعني اه مجرد اللي انا حطيت شوية مية شايفين الرغوة متاعتها حلوة ازاي يعني صابون جميل جدا على فكرة ممكن تعملي نفس الصابون دهوت وطبعا بس هو بس انا مش مش فكرة الفيديو كميلا يعمله نعم انا مش هودة اعمل سكر واخصي به مواعين نعمة اه اه بس انا عشانه اغسيل للادين يعني اه بس بقى لو انت حابة تعمليه يبقى اتحطي صابون سائل بدل السكر بس هي فكرة الفيديو مش لمواعين انا مش هودة اجيب سكر واخصي به مواعين نعمة هي انما لما اعمل وصفة زادية واستخدمه لترطيب ايدي انا وبنتي فهتبقى جميلة جدا وعاود معانا كمان فترة يعني مش هيخلص بسرعة لان احنا زي ما احنا شايفين ده مجرد نقطة واحدة منه بتديك رغوة جميلة جدا وعلى فكرة كمان الصابون دهوت يعني ممكن لو انت عندك صابون كمان عاملها صابون سايل رغوته ضعيفة ممكن تاخدي منه وتضيفي في الصابون يحسلك الرغوة بتاعته ممكن تستخدميه برضو اا اا يعني اللي انت تزبطي بيه الصابون يعني لو الصابون عندك ما فيهوش رغوة رغبوته ضعيفة اخدي منه يعني خمسين جرام كده ودي فيهم اا تضيفهم على رتل الصابون فحيزبط لك الرغوة بتاعته هنا قد بقى ايه بعد الصابون ما واردكو لكوام بتاعه اا بعد ما سبته لما برقد اا بجربه لكم وهو اتخدت منه شوية كده وفي المية وشايفين يعني مجرد حاجة بسيطة جدا اداتني رغوة جميلة جدا وغير بقى النعومة بقى والترتيب اللي انت هتستفدي بيهم فدي كده كانت فكرة الفيديو زي لانا احاول السكر لصابون سايل غسيل اليدين اا جميل جدا الوصفة ديت اهيت زي ما احنا شايفيه نعم اا اتمنى حبيب للفيديو النهاردة يكون نلقى اعجابكم وتكونوا استفدتم منه وفضلا وليس امرا اا لو اول مرة تتابعيني يا حبيبتي هلتكاد تدعميني باللايك والشير والشرك في القناة وما تنساش تفعال الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل جديد اللي بقدمه في القناة اول باول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم حنان الوراقي قناة متنوعة زي ما احنا شايفين انا فضيت الكمية هيت في قلب اا هنفضيها في قلب العلبة هيت اجبت علبة فضية متاعة شامبو كانت عندي هفضي بقى فيها كمية السابون السعيل اللي انا عملته احتفظ بيها بقى في قلب العلبة الشامبو يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى انتوا تكونوا استفدتم من الفيديو وتشاركوني كده برأيكم في التعليقات لانا رأيكم وميه مني كدن كده انا